تشهد معارض أهل الرمضان بمحافظة أسيوت إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء السلع المخفضة حيث تم افتتاحه 25 معارضاً لأهل الرمضان وذلك بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية بالمحافظة في مختلف مركزها وتصل نسبة التخفيض في الأسعار للسلع الغذائية ما بين 25 و 30% وهما يجعله أقل من مثيلتها في سلاسل المحلات المختلفة وأشار وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أن مدرية التموين تقوم بضخي عشرات الأطمان يومياً من السلع الغذائية المدعمة للمواطنين من خلال منافذها ومعارض أهل الرمضان المنتشرة في المدينة والمراكز جميع السلع الغذائية أرخص من القضاع الخاص وكل الكيميات متوفرة بمعارضنا سواء هنا في أسيوت أو في جميع المحافظات الجمهورية أسعار مخفضة عن بره يعني السكر ب 27 دنيا والرز والسكر والزيت والفراخ واللحمة وكل شيء متاحنة وموجود الأسعار حلوة جداً فيه صنفين أرخص من بره والباكز هي بره عادي ولكن كويسة والأسعار جميلة أحسن من بره كثير أسعار طبعاً جميلة والسكر موجود ب 27 والزيت كويس ب 70 جنيه طبعاً أحسن من بره بره ب 100 جنيه وب 105 وفيه حاجات كثير جداً هنا متوفرة وأسعارها موجودة يعني كما شهدت محافظات الدقة أهلية افتتاح معارض أهلاً رمضان والتي يصل عددها إلى 21 معرضاً على مستوى المحافظة تضم المعارض مختلفة السلع الغدائية بتخفيضات تصل إلى 30% من بينها الأرز والسكر والزيت والدواجر واللحوم والخدروات إضافة إلى يميش رمضان ما شاء الله معارض أهل الرمضان من الحاجات اللي هي بنستقبل بيها الشهر الكريم وهي ما شاء الله أسعار مخفضة في متناول الجميع بنصح أي مواطن بيجي يشتري من معارض رمضان